من الواضح أنه كولر أصبح بيمسك بأدواته لعبين بشكل جيد أنا إحساسي وأنا مبسوط منه في حاجة وهو من أهم مميزاته وأسلام أنه هو ما يبصش ورى ظهره بصش المدرج ما يبصش للكلام هو مختنع بحاجات معينة بينفزها وشفناه على فكرة سواء في المكسب أو لقدر الله مثلا بيبقى فيه تعادل أو خسارة هو فيه حاجات معينة وأساسيات معينة عنده عايز يجاهز اللعيبة كلها اللي عنده وعايز اللعيبة اللي هي بتنزل تشترك يبقى عنده التشكيلة كلها موجودة والتشكيلة كلها تصلح أنه هو يدفع بها في أي وقت بغض النظر بقى عن حد تتكلم الجمهور مثلا بيتكلم يقول ده بعيد أو كان يازم يبدأ بده ومفكرش في الحدنا دي بتشوف تشكيلات غريبة سعدت أحسن قول معقولة دول يعني دول ملعبوش مع بعض يعني لسه أول مرة لعب مع بعض في ماتش زي ده طب ما بلاش التغيرات الجامدة عشان ممكن تلخبط الأداء الجماعي شوية أو ما بقاش فيه انسجام لا هو مبصش الكلام ده وبعدين واضح قوي أنه هو اللي بتمرن كويس بلعب يعني عنده التمرين مهم قوي والانتظام في التدريب مهم قوي ولكن ده برضو بيودينا لللي احنا قلناه اللي حداك قلته من شوية أنه هو الفريق استفاد من معسكر الاماراتس يعني خلينا نربط ده بده دايما طبعا لأنه الحقيقة في الوقت ده تقال لك يا عم انت رحين تتفسحه ورحين تتعمله وبتاع فدايما أنا بحب بربط طبعا طبعا لأن انت زي ما قلت قبل كده أنا أنك لازم المدرب أو المدير الفني ياخد اللعيبة الموجودة هنا في حتة بره القاهرة لأنه عنده ناس ممكن تكون نفسيتها تعبانة شوية نتيجة أنها ما انضمتش للمنتخب صحيح ولعيبة هنا خارجة من إصابة عايزة مباريات برضو لما بتلعب انت مباريات بره إسلام غير ما بتلعب هنا مع أي حد انت من الدوري المحلي أو فريق درجة تاني أو أو ما بتسافر بيبقى فيه تجميع للعيبة في معسكر غير أن هنا في مصر مهما هتعمل برضو لعيبة بتخرج بتروح بيوتها وترجع عندما هناك معسكر بتزود يعني ارتباط اللعيبة بعضها وخصوصاً النزام احنا قلنا أن فيه تدعمات جديدة فكان لازم كله ينساجم مع بعضه يرتبط بعضه وقدوا المباراة دي أخيراً كابتن حشيش المباراة اللي جاي تسعدت إلى دور التمانية في بطولة أفريقيا الماتشات اللي زي دي تتلعب إزاي؟ أنت هتلعب يانجي أفريكنز الماتشات دي كيف تفكر في مثل هذه المباراة؟ مباراة مهمة جداً مغدر نظر عن الصعور يعني النهاردة كان عندك ثلاث نقاط؟ تمام تمام ماتش اللي جاي برضو اللعبة تتفكر خلاص كده كده سعدنا؟ لا مش النادي الأهلي مش النادي الأهلي بعمل كده النادي الأهلي بيلعب ماتش بماتشو مغدر نظر عن النتيجة أنت هتطلع أول أو تاني مجموعة أو 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 أنت سعدت خلاص فتلعب بقى بلأ أنت هتلعب بكمل قوتك وأنا شايف أنه هو هيرجع للتشكيل تاني اللي فنش بيه إفريقيا الماتش الأخير هلعب بكل قوته هو عايز لأنه هو فيه تحدي أنت المكسب بتاعك وقعدين على أرضك حتى وإن كنت هتصعد لا ده نبدي رسالة للمنفسين اللي جاي دور التمانية بقى لأننا هندخل في الجد خروج المغلوف فلازم يلعب بكل قوته ويدي إنذار للفرق لا أنا النادي الأهلي صاحب البطولات أو البطل أنا إن شاء الله هاخد البطولة السنة دي كمان الغيابات الكثيرة عند النادي الأهلي كيف تراها في المباراة القادمة أمام يانجي أفريكنز أنا مش ألقان زي ما قلت لك التكملة الكلامي إن فيه أكتر من اللعيب بقى جاهز وفي ملعب حطت رجله في الملعب وعلى مستوى عالي الإنسجاب موجود بين اللعيبة لأن تقريباً اللعيبة معظم اللعيبة دلوقتي كلها لعبت مع بعض في تشكيل واحد فلا أنا معتقدش إنه ممكن يبقى فيه تأثير يعني كابتال حشيش معرفتش رأيك برضو في موضوع كابتال حسام حسن مع المنتخب الوطني اختياره بص هقول لك على حاجة هو المرحلة اللي إحنا فيها دي بالتحديد كان لازم يبقى فيه مدرب وطني ليه لأن أنت أول مباراة جاية عندك في شهر ستة عندك دورة قبلها عشان تروح بقى تجيب مدرب حتى تقعد بقى تجيب أي حاجة تاني ونقعد نقول بقى هينفع مش هينفع المرحلة غير كده كمان إن حسام حسن مدرب مصري وفيه مدربين مصريين خدوا في رسوم فيه النجح وفيه اللي منجحش إنما بنبص على يعني التاريخ إن نجاحات المنتخب المصري كان مع مدربين مصريين فليه هو ما ياخدش فرصته يعني لازم برضو ياخد فرصته خلال الفترة اللي جاية وأنا أعتقد إن حسام يعني قدل إن شاء الله يكون قدل طبعاً الاختيار ويبقى فيه تدعيم بس لازم يكون فيه تدعيم طبعاً من التحد الكورة ومن الناس كلها التحد الكورة جمهور إعلام خلاص تم الاختيار يبقى كله بيساند يتعلموا من نادي الأهلي بقى نادي الأهلي ما بيختار أي حد لازم بتلاقي جمهور لعبين إداريين نادي كله بيدعم وبيدي فرصة للشغل يعني فأتعشم ده يكون مع حسام حسن خلال الفترة اللي جاية ونتمنى يعني إحنا وإحنا غاوين ندفع بالعملة الصعبة ولا غاوين ندفع دولارات يعني لا إحنا يعني برضو ظروفة نتمنى الموضوع ينتهي نتمنى الموضوع طبعاً ينتهي وإن شاء الله خير يعني يا رب دايماً خير أنا بشكرك شكراً جزيلاً كابتر حشيش على وجودك معنا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل على استقبل الأستاذ صابري سراج والأستاذ أبن جربيرتو في ضيافة البيت الكبير